السلام عليكم الداري والله تبزاف الجماهير الباريسية في باج دليفان دل باريس فزروها بخصوص ديمارية وميسي بحيث قالوا بلي خرجوا لحاكيمي وما كيباسوش الكورة مهم الخوط عدي بزاف ما نقول لكم بعد الفوز الباريحة مباراة دلسان تيتين مهم الخوط نبدو باش نقالوا ردود قوية دل بصح حاكيم يصعد دائما لكنك لا تخدموه يعني كيحاولي دلخدم ديالو ويبالي ويطلع ودل مجهود ديالو لكنه مو كيبغيش اعطيك كورة التعليق صراح تنعجبني قال اجيدو اننا الليل انتحدث بشكل كافي عن حاكيمي اللي دينوسيا بشدة بحيش الخوط اللاعب لانتر ملانو كان ابرز اللاعبين ودي مدوعة للصحافة والجماهير للاسف مع باريسان زرمان كترة النجوم وتقلق دل ميسي واللاعبين اللجوميين خلى حاكيمي تنسق وللعب عادي للاسف بحيش تسيت قالها واحد خوط ضرف ديماريا وميسي بحيش قال لا اعرف لماذا لا يمروا اللاعبون الكورة اللي اسرف حاكيمي خاصة ديماريا وليون الميسي واحد خوط قال جاءوا من الاخر هل يكرهوا اللاعبون حاكيمي؟ يعني تسائل يعني كما كنقوله كما كنفهمه سيد ما كحتاش الكورات يعني اللاعب كسعد كعاون ووالوا هنا دوو معادي ماريا قال له قم بالتمرير لحاكيمي يعني باصي لكورة من الاخر وواحد خوط قال لا لي العنصرية بحق حاكيمي. ربزات صراحة شن الله ما شغل عنصرية لا. ما عارش نطاري صراحة شن. جميع اللاعبين كلهم عام كورة الا اصرف حاكيمي. اللي ديما ببوتينو ملعب مع دي ماريا وميسي. ما عارشة المدربة دوش ما عندو شخصية ما كدوش مع اللاعبين. يقول لهم. فرقوا مع حاكيمي اللي عندو واحد القوة. وعندو واحد نزعة هجومية قوية. اللي كما كنقول وكي خليها غير حر. وكي خليهم بروكي على موسو الدفاعي. وتملي مسعد اللاعبين كفرقوش معا. يعني خاص تكون شي هادرة قاس حال هدو اللاعبين هدو وفكروا مزيان في اللاعب اللي معاهم. هدا ما كان اخوت اجبال لكم في انفجار دل جماعة البريسية على دي ماريا وميسي. تحال الله وليفرق.